قالت مصادر امنية ان الدراع الايرانية صفت احد قياداتها الميدانيين في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة وذلك على خلفية اموال منهوبة من سيارات المارة وحسب المصادر فان مشرفا تابع للدراع الايرانية يدعى فهد المنصوب قتل اثر خلافات بين عناصر ميليشيات الحوتي في منطقة المحجر جنوب مديرية حيس المصادر بيانت ان المنصوب وهو المشرف الحوتي على منطقة المحجر جنوب حيس لقي مصرعه على يد احد اقاربه النافذين في الميليشيات جراء خلافات نشبت حول عمليات ابتزازات مالية جراء السطو عليها من مواطني المنطقة ووفق المصادر فان قيادات الدراع الايرانية في المحجر مارست عمليات ابتزاز للمواطنين والباعة واجبرت التجار على دفع تاوات تحت تهديد السلاح لما يسمى المجهود الحربي وادت الاموال المنهوبة الى صراع بين القيادات الحوثية النافذة وذلك عند التقاسم ومحاولة المدعو المنصوب اخذ النصيب الاكبر الامر الذي دفع احد القيادات الميدانية المسلحة وهو من اقاربه الى اطلاق النار عليه ليسقط قتيلا على الفور اشتركوا في القناة